لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن إخواني التغيير مش عبذ التغيير مش لعبا التغيير مش هكذا من المفروض من المفروض راهي جزائب كي بدات تفتح فيها ورشا حقيقة جات أزمة جائحة أعاقت كثير من الأمور لكن مدام درت دستور علاش محلتش البرلمان يعني حب الجزائريين كي قعدوا بلا برلمان هاو دستور ويعني الجزائري كي قعدوا بلا بدستور خلاك أنا كنت ضد أصلا هذا الدستور نهائيا لأن الاستفتاء أنا كنت ضده نهائيا ما هوش وقت ما قانون أهم وفقة قانونية في البلاد من المفروض تطبخ على نار هادئة وتناقش وكذا وكذا وتمر عليها عامين ولا ثلاثة سنين حتى تندير وراني قلت العربة عندك ثلاثة شهر يزرب يزرب يجيب فيها أخطاع أصلا حتى أخطاع في الشكل فوته برك فوته هاو ما حذرهش ما فوتاش عليه ما هيش هكذا يا جماعة والله ما هي هكذا ما هيش هكذا الدولة تسير بهذه الطريقة التغيير ما يجيش هكذا انت من طميم انتظروا يعني كي ذركة الجزائريين يطالبوا بالخروج للشارع رهم خانوا هي ذركة اعطيت المشروعية للناس اللي يطالبوا بالعودة للشارع لماذا؟ لأنه يشوفوا في المطالب هم ما تحققتش يشوفوا الوضع كيما راه بل أنه رح ندخلوا مرحلة جديدة مرحلة الوضع الاجتماعي المتدهور الناس الآن راه فيه ما ما كانش نشوفوا فيها أزمة المياه الدراهم ساكن ما يتحصل يباتوا قدام البوستة وكثير من الممارسات ايه ما عليش راهي العصابة هناك جذور العصابة اللي راح تدير هي لكن أظهر على الأقل محاربتها وين راح تحارب فيها إذا كان العصابة راهي تضرب في المواطنين بهذه الطريقة هاي ضربت حتى الرئيس هو مريض هذا ما حبيتش نتكلم كيفاش الرئيس وصله فيروس لأنه كان نقول لواحدك نهاري يبعث لي يقول ياه المريكان رئيس أمريكا وصله نعم ترامب وصله ورهه أصيب ووره حتى المرة اللي نقلت له الفيروس من المستشارين تاعه هاي اللي نقلت الفيروس للرئيس وارتحمله قعد نهارات خفافه في لما نرجع وقال الحملة الانتخابية وكمل الانتخابات تاعه هو لا ومتعنا نحن كيفاش أصيب الفيروس ولا شيء ولا معلومة هل تقول لي تقول لي رأيه الأمن القوم يعني كي تقول رئيس مريض يذو تعطين معلومة حقيقية معنى هالأمن القومي في خطر الرئيس هو عند الله الماء يا ابني يا ابني الأجهزة الأوروبية كل رأي عندها التقارير المفصلة وواحد يظلوا يكتبوا في الفيسبوك مثلا واركم تحتو في الفخ رأيهم دارو لكم خطة باشي طيحوكم في الفخ وبعد يظهر الرئيس لبس علي هذه يا رأي دولة هذه يا رأي تحدث تحدث في القهاو تحدث في الحمامات تحدث في الزراري بتاع الحي يلعبوا مع بعضها الدول ما تتعاملش بهذه الطريقة يا ابني الدول ما تتعاملش بهذه الطريقة الدول تتعامل بطريقة راقية لذلك أنه كنجي نتكلموا على رئاسة الجمهورية ونتكلموا عن هذه الممارسات رأنا نقولوا بيلي رأي ما حدثش تغيير ما حدثش تغيير أنا بكري نرفض قلت على الشعب أن يثق في الدولة الآن ما نقدرش نقول للشعب لا تثق في الدولة لأن الدولة كذبت عليها كيف سنظرك نجي نطالب بالتهدي أو نطالب بالعقلانية في التعامل وكل الأمور تقول بأن الحكومة كذبت علي الشعب في مراض الرئيس كيف سرح نقول لهم صدقها في حوالي جغل لكن عند إذا عاد الرئيس ونتمنى له العودة واتخذ قرارات شريعة أحنا نقول له صحيح إذا جاء ديرابت أول حاجة يديرها هذو من في رئاسة الجمهورية اللي كانوا ينشروا في البيانات يقول لهم روحوا يعلمها أقال اليوم رئيس الجمهورية فولان وعلان وكذا 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 بسبب الأخطاء المهنية التي مورست في قضية مرض والله هنا وقل له صحيح وإذا كان أحكم أقال بعض الوزراء ولا أقال الحكومة هندك كفاءات في الجزائر العميقة يقال الله رجال رجال دولة أحيانا نقرأ بعض الناس يكتبوا في فيسبوك تحالي السلسية كان أبقى مشجوه ويكي نتواصل مع وحدهم نلقاه أستاذ جامعي ولا أستاذ في التعليم الثانوي ولا واحد يتخرج من الجامعة ورمليش خدمة ونشوف مستواه بلغات مختلفة والله العظيم أنبهر فيهم اللي وجدتهم معك خدمة ما يخدمش والله العظيم أحدهم في الشرق الجزائري لقيت أحوانتي يبيع في لي بورتال ولما تكلمت معهم بحر شفت روحي تلميذ أمان في تحليل الوضع السياسي ما هكذا تبنى الدول إذا كان أنتم تقولوا بأننا جمهورية جديدة ما بعد الحراكة الحراكة رو ما خرش باش تدخل هولي في الدباجة تدعى الدستور ويوم وديروا يوم وطني واليوم هذا ما الناس ما تروحش تخدم يعني هذه مصخرة ومهزلة الحراكة الشعبية ما يحتش ما خرش نهار 22 رغم أنه هذا يوم فقط خرج فيه الجزائريون نحن نظرنا ضد بودفريقة منذ وصل إلى الحكم والله لو ترجع والله لو كنا نجدها هذا الأرشيف لأسف فانا قدرت الجزائري كانت عندنا واحدة جريدة يسموها كرنفات جريدة ساخرة وكنت نكتب في مقالات ثم كترشح بودفريقة في 99 ما خليت قوش وقلت لهم والله العظيم غير ينهبوا لبلاي يا ريتو كان نلقى في الأرشيف أحد المقالات ولكن للأسف للأسف لم يحدث أي شيء الشعب كيخرج هل هو خرج من أجل مشروع معين لأنهم خرج سنهار وقالك ديرهوا لي وطني وارزعوا وقعدوا 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 ديره كما كان يدير بودفريقة الشعب ما خرج لد شخص بودفريقة عهدى الخامسة لهذا الرئيس اللي عاجز وضد عصابة ضد ممارسات إذن أنت إذا كان أردت أن تحدث هذا التغيير احدث هذا التغيير الحقيقي مع هذه الممارسات ليس شيء مش تقول لي تقول لي تقول لي راه وكذا 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 ورانا مع الدولة أنا أقول للسلطات الجزائرية عليكم بالشفافية في التعامل مع مرض الرئيس العمر الثاني حذاري ثم حذاري من الدخول في أزمات دبلوماسية مع الدول العربية وعي دول الجزائر في مرحلة هشة النظام راه ضعيف الشعب راه راه بائس ويائس الأزمات هذه رح تزيد الضر بالدولة الجزائرية العمر الثالث حذاري ثم حذاري من الإنجرار وراء أي حرب في المنطقة لن تكون في صالح المنطقة أبدا ولن تكون في صالح الجزائر ستستنزف القوة العسكرية الجزائرية حذاري ثم حذاري أن يضع الجيش الجزائري إلى أي حرب سواء في ليبيا أو في الصحراء الغربية أو مع المغرب الجيوش القوية في العالم العربي كلها تجر بهذه الطرق الخبيثة كي تتورط في حروب حذاري ثم حذار الأمر الثالث الرابع حذاري من الاستخفاف بالشعب الجزائري حذاري من الاستخفاف بالشعب الجزائري استخف به بوتفليقة وخرجوه من الطاقة بطريقة مهينة بطريقة مهينة رددها كل العالم لا تستهنوا بالشعب الأمر الخامس حذاري ثم الحذاري لا أن تستخفوا بهذا الوضع الذي تمر به الجزائر الاجتماعي الأمر هذا مهم عليكم استعادة ثقة الجزائريين في الدولة ثقة الجزائريين في مؤسسات الدولة هذا عامل مهم وهذه كيف تسترجع؟ ما تسترجعش بالأكاديم ما تسترجعش بالشعارات الطنانة ما تسترجعش بالعزف على الأوتار الوطنية ما تسترجعش بالحديث عن المؤامرات الأجنبية ما تسترجعش بتخوين الناس وتحويلهم إلى عملاء لأنهم ينتقدوا في هذا الوضع والله لن تسترجع اليوام شخص يقول هذا الكلام تحق رح تخونه يجي نهار ويتحول إلى بطل لدى الجزائريين عندما يقفوا على اللي كان يقول فيه وحدث كنت تخونه فينا لما كنا ننتقد في بوتفليقة ونقوله نظام فاسد جنهار اللي قال الشعب الجزائري في كل الشوارع نظام فاسد والمؤسسة كنا نقوله نظام بوتفليقة نظام عصابة وبعد ذلك جاءت المؤسسة العسكرية عن القائل السلسان القيد صراح أطلق عليها العصابة ردد ما كنا نقوله من قبل وأنتم تخونوا فينا في الجرائد وفي مواقع الإلكترون حذارة ما حذارة الأمور مجيها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله